اشتركوا في القناة على شكل راحة اليد يمتز برقها باللون الابيض لها قناقيد من العنب الاسود وهذا هو العليق ويطلق عليه اسم دركة باللغة الفارسية كما ويسمى في بعض الدول كبشن اسود وهناك انواع كثيرة من العليق يكون لون ثمر العليق في البداية اخضر اللون ثم يتلون ويتغير ليصبح لونه احمر وعندما تنضج يتحول لونها الى اللون الاسود ومثلقها حلو لذيذ وتعود اصول شجيرة العليق الى اوروبا في المناطق المعتدلة ويوجد ايضا في الامريكيتين واستراليا يتم استخدام ثمرة العليق وجثراها واوراقها ايضا اذ ان اوراق العليق تحتوي على حمض العفص وفلافوسيدان والاضافة الى حمض الغاليق اما الثمار فانها تحتوي على الانثوسينينات والبكاتين وفيتامين جيم بالاضافة الى مواد عفصية واحماض عضوية وسكريات للعليق فوائد عظيمة ومختلفة اذ يمكن استخدامها في عدة مجالات وفي هذا الموضوع سوف نسلط الضوء على فوائد العليق الكثيرة فوائد عشبة العليق العجيبة يستخدم السائل المستخرج من عشبة العليق في علاج التهابات الحلق مفيد جدا في علاج امراض العين الحرة او الباردة خاصة القرحة والورم والدمعة وهذا ما ذكره الانطاقي في تذكرته عن العليق يعالج الدمامل نهائيا ويخرج ما بها من قيح كما انه يعالج الحبوب ويشفي الجروح كما ذكر الانطاقي ايضا اذا تم غلي جذور عشبة العليق وشربها يعمل على تفتيت حصوات القلة يعالج قروح الفم وبخاصة القلع ويتم ذلك عن طريق مدغ أطراف أغصون الشجيرة علاج فعال للبواسير يستخدم في صبغ الشعر عن طريقة لأوراق شجيرة العليق مع الأغصون ووضعها على الشعر يوقف نمو الشيب واذا تم نقع القدمين لفترة قليلة قبل الاستحمام في كل مرة فانه يعمل على عدم نمو الشيب في الشعر نهائيا يستخدم كبديل عن سير موانع الحمل ويتم ذلك عن طريقة شربه ومزجه مع ماء الورد وتنوله أثناء الحيض يستعمل أوراق العليق في شدة لثة إذا تم مدغ أوراقه تعمل على وقف تنميل الجسم من أن ينتشر وذلك عن طريق عمل ضماضات من أوراق الشجيرة على مكان التنميل كما أنها تعالج فروط الرأس الرطبة ثمور العليق تستخدم في تحليط بعض الأدوية كريهة المثاق ثمرة العليق تعمل على تليين المعدة بالإضافة إلى أنها تستخدم كمدير للبول أما إذا تم قلي أوراق العليق فإنه يعالج النذلات المعدية والمعوية الإسهال كما أنها تساعد في زيارة نذيفة طمث عند النساء تساعد في الشفاء من التهبات الأثى عن طريق طبخ أذهار العليق أوراق العليق تساعد في الشفاء من الحصبة عن طريق وضع ملعقة كبيرة من أوراق العليق النشفة أو التوزجة ويتم نقعها في قوب من الماء المغلي ثم نتركها منقوعة لمدة خمس دقائق ثم يتم شرب قوب واحد منه يوميا بين الوجبات نترككم في رعاية الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد مفيد إن شاء الله اشتركوا في القناة